اشتركوا في القناة او صفحة جديدة انا باي سنين كتير قوي ما شفتش طلاقة شيك وانفصال في احترام وادب واخلاق بالطريقة دي يوسف الشريف عمري ما التقيت بيه عمرنا ما اتكلمنا معرفش عنه يعني معرفوش بشكل شخصي خالص انجي علاء اللي كانت زوجته التقيت بيها مرة او اتنين ست في منتهى الشياكة منتهى الادب منتهى الاخلاق 14 سنة زواج 3 اولاد الخبر لما اسمعناه انا شخصيا رغم ان انا معرفهمش زايلت زايلت ليه لان انا كنت بشوف ان هما مثال الزوجين او مثال الزواج الحقيقي شراكة حب بيشتغلوا مع بعض بنوا نفسهم مع بعض طول وقت دعمين لبعض بيكلم عليها طول وقت منتهى الادب هي طول وقت بتكلم عليه منتهى الاحترام هي بتشتغل علشانه وليه وهو كان رأيها بالنسبة له الرأي تقريبا الاول والاخير وفي لقاءات كان بيقول فيها انه ساعات كتير قوي هي بيكون بيفكر بطريقة وهي بتفكر بطريقة لكن هو بيقتنع بالطريقة اللي هي بتفكر بيها اكتر ما هو بيقتنع بالطريقة اللي هو شخصيا بيفكر بيها لقينا التويتاية اللي احنا هنشوفها دلوقتي على الشاشة نسخة تبقى الاصل واحدة عنده وواحدة عندها يوسف الشريف على حسابه الموثق قدر لوه ما شاء فعل يؤسفنا هما الاتنين ان نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا واولدنا اجمل نعمة انعمها الله او انعمها الله علينا دعوتكم ربنا يكتب لنا يكتب لنا مش يكتب لنا اللي فيه الخير اشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ما شفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي الحمد لله على كل شيء استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل انا زعلت قوي انا بعد ما قاريت الجملة دي زعلت قوي لكن في نفس الوقت هنا يبين الراجل المحترم اللي عنده اصول اللي بيفهم يعني ايه ود وعشرة واحترام وليه قلت الراجل ليه ما قلتش انجي ليه ما قلتش هي لانه طبيعي انه الستات هي اللي بتبقى دايما يعني ايه بتبني الود وبتبني العشرة ويا حبيبي ويا قلبي وكل دي واشرب دي ومش عارف ايه فانه راجل يبقى عارف السوابت او المبدأ بتاع المعزة والود والاحترام عند الطلاق عند الانفصال ايه الشياكة دي كان فيه نقطة كتطلع من قريب اتجوزي اللي حيبقى كويس معاكي بعد الطلاق دي على فكرة دي حقيقة لانه روحي مبقاش دام انه هو داخل الجواز انه هيكمل في الجوازة ولا لأ المهم انه هو مش بس يطلع راجل في الجواز لا قدر لا لو حصل انفصال يكمل راجل يكمل راجل بيتمنى لها كل الخير وبيقول قدام الناس انا هو بشهد قدام ربنا وقدام الناس ان انا مشوفتش منك في 14 سنة غير كل الخير اتمنى اتمنى ان دي تبقى اخناقة كبيرة تاخدوا فيها بريك تاخدوا فيها استراحة وترجعوا كمان مشوارتين انا معرفاقش بشكل شخصي ومعيش حتى نميت تليفونك عشان انا في عيك سمات تليفونك اقولك الكلمتين دول وانجي حبيبتي انا شفتها مرة ولا مرتين بس مش بنتكلم مع بعض بس انا فعلا اتمنى اتمنى ان انتوا ترجعوا البعادتين يعني من الزيجات او الجوازات اللي انا كنت بقول اللهم بارك ماشاء الله ربنا هيحفظهم ويحروصهم ويحميهم من العين ومحدش كما بسوط من الخبر رغم انتو يعني احنا ناس كتير متعرفكوش قوي انتو كمان كنتوا قافين عن نفسكو قوي ومش مخالين حد يتدخل قوي في حياتكو الشخصية بس الناس كلها على تويتر على فيسبوك على انستجرام انا شفت واحدة حتى بوست لكو بتكتبالكو فوق ليه كده ساعة الواحد بيبقى نفسه انه يشوف اتنين ويكملين مع بعضها عشان بيدولوا الامل انو الحياة لست بخير وانو الدنيا لست بخير وانو الناس بتكمل مع بعض وبتوقف جنب بعض وبيبنوا بعض يعني يوسف الشريف في معظم لقاءاته بيتكلم على انجل قد ايه دا يا عم قد ايه سنة قد ايه يا بحبها قد ايه هي يمكن تكونوا خطوعين يعني يعني ما عرفش حسد دا انا مش عارفة دا ممكن يتسمى ايه بس انا بقول هنا على الشاشة رأيي انا الشخصي كردوة البني ادماء انا نفسي ترجعه البعض وعندنا فرصة يعني هي بتبقى طلقة واتنين يعني عندنا في ايام ناس تطلقوا ورجعوا معرفش طبعا طبعا البيوت اصرار وخصوصيات بس انا بتمنى انه حاجة حاجة في منتج هيك انا تخضيت اصلا انه هو كتب كده تخضيت يعني بقى انا كتير قوي بنشوفهم دا بيحط عنده ايه على الفيسبوك وبيشتمها ودي من ناحة تانية بتطلع في برنامج شكله عامل ازاي بتقول عليه ايه وبعدين دي مش عارفة بتلف من ناحة تانية على فريق اعداد برنامج او خبر ينشروه في الصحافة علشان هو ايه بقى هو مطلعها غلطانة وبعدين هي بقى تقولك انا هكشوفه على حقيقته بعد الطلاق وهقد ايه مش عارف ايه وهكذا طبعا دا حاصل في الايام الاخيرة مع الفنينة بوسي بالمرة بقى حكا حقول حنقول الموضوع دا طبعا تم انفصال للفنينة بوسي وبرضو عجبني موقفها لانه هي شايفة انه طالعها بيتكلم عليها كلام يعني مايصحش وغير لائق ويعني مش من الرجولة خالص ان واحد يطلع يقول على واحدة ست كات مراته كلام مش كويس حتى العافك لو هي مش كويسة وهي ست ملتزمة منطقة الصمت منطقة الصمت والاخبار احنا كلنا شفناها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي فلان بيقول على بوسي انها مش عارفة اي وبيقول عليها انها اي براوي ست في مسا كده بالانجليزي بيالك زيبنج ماي ماوس اللي هو السوستة قفلت سوستة بقى بالضبط هي قفلت بقى قفل بقى متتكلمش خالص ما بتعلاش خالص يعني انت كنت جوزي قطر الف خيرك خلاص مش عارفة اي كذا وطبعا مواقع كتير كتب على لسانه والله اعلم ده حقيقة ولا لأ بس كتب على لسانه انه هو بيقول انها مكادش ستة جدعة وانها موقفتش جنبي وانه انا حصل لي مش عارفة اي وده طبعا على عهدة الكلام المكتوب على جميع المواقع وجميع الصحف فاذا كانت حقيقة واذا كان هو تكلم عليها فانا عجبني موقف بوسي قوي مطربة الفنانة بوسي لانه الست احترمت جدا نعيشها واحترمت جدا نعيشه ملح احترمت جدا الزواج العلاقة المقدسة اللي كانت ما بينهم ساكتة الطلاقة مش قلت في حاجة في الدنيا والانفصال مش يعني اعظم حاجة في التاريخ قد تكون بداية جديدة لناس ما كانتش مبسوطة في حياتها اثناء الزواج لكن بالكريتيريا او بالتوليفة اللي احنا شفناها ما بين يوسف الشريف وانجي علاء غير نحترم الفنان يوسف الشريف نحترم الفنانة انجي علاء ربنا يبركلكو في اللي جاي ويديكو احلى حاجة في الدنيا انتو اتنين ناس محترم تستاريخوا كل الخير هكذا بالنسبة للفنانة بوسي اجلك عند الله سبحانه وتعالى مهما حد اتكلم في حقك مهما حد حاول انه هو يشوه سمعتك ناس بتحبك ناس رد دغبتك انا شخصيا قريت التعليقات والكومنتات اللي موجودة على جميع التواصل الاجتماعي لان ناس رد دغبتك واخد حقك تالت 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 ومتالت خليكي زي ما انسي حفظي على العشرة والعشرة ومالحوة عند الله اللي يتكلم علي اللي كنت مراته ومقفول عينة ببيت وباب واتكلم علي بطريقة مش كويسة عند الله فانا بحيكي جدا جدا على موقفك وشكرا لكي وشكرا لانجي وشكرا ليوسف كنت نعمل مثال في الزواج ونعمل مثال ايضا عند الطلاق حاجة غريبة جدا فعلا نهاية اخلاق وحشوني اوي اوي من المبارح مشاهداتي عزيزات وماناتي الحبيبات فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس ترجمة نانسي قنقر